الأطفال المصابون بالسمنة المفرطة حياتهم معرضة للخطر دراسة بريطانية حديثة أظهرت أن السمنة وزيادة الدهون في أجسام الأطفال قد تؤدي إلى إصابتهم بأمراض الكبد الدراسة التي استندت على إحصائيات صادرة عن هيئة الصحة العامة كشفت أن أعداد الأطفال المصابين بأمراض الكبد تضاعفت خلال السنوات الأخيرة ورغم أن الأرقام الأخيرة لم تفرق بين المصابين بأمراض الكبد وأسباب إصابتهم إلا أن خبراء رأوا أن ارتباط السمنة بأمراض الكبد يعد أمرا مخيفا وللتخفيف من حدة المشكلة ينصح الخبراء بالتركيز على الأطفال في المرحلة التي تسبق دخولهم المدرسة وتشجيعهم على تناول أطعمة صحية أخص أيوت تغذية يرون أن الوالدين يجب أن يمثلوا القدوة الجيدة لأبنائهم كي يحذو حذوهم في تناول الأغذية بشكل صحي وينصحون بخطوات عدة منها البدء بنظام غذائي يمكن أن يقلل الضغط عليهم خلال تناول وجباتهم الغذائية توفير بعض الأطعمة التي يحبونها مع إضافة كميات قليلة من الأطعمة الجيدة تدريجيا إضافة إلى تقديم المكافآت والثناء لتعزيز عادات تناول الأكل الصحي بالإضافة إلى مشاركتهم تناول الطعام ودفعهم إلى الالتزام بالنظام الصحي عبر الإقناع والتشجيع بطرس موسى العربية